كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدحة في ظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح الكبير لسباق الفورميلا واحد الذي يقيم على حلبة البحرين الدولية وبالتجربة الجديدة الناجحة لإقامة السباق ليلا لأول مرة في مملكة البحرين هذا نصها صاحب السمو الملكي ابنان العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز تابعنا النجاح الكبير لسباق الفورميلا واحد الذي يقيم على حلبة البحرين الدولية ونود أن نشيد بالتجربة الجديدة الناجحة لإقامة السباق ليلا لأول مرة في مملكة البحرين إننا فخرون بأن حقق وطننا نجاحا عالميا آخر حاز على اهتمام شعوب العالم الذين ركزوا اهتمامهم وانتباههم على هذا الوطن الطموح وهذه الأحداث الرياضية الباهرة مما يثبت أن شعبنا وأبناءنا الأوفياء قادرون على النهوض بكل ما يحقق للبحرين نجاحات تضعها في مصاف الدول المميزة إن شعبنا الأمين قادرون على الاستجابة للتحديات مهما صعبت وينجز كل ما هو مشرف للوطن ومستقبله إن دور سموكم موضع التقدير العميق وإن جهودكم المتواصلة وتنظيمكم لهذا الحدث الكبير يؤازركم منه المخلصون الشرفاء من مملكة البحرين لهو موضع اعتزازنا جميعا إن كل إنجاز مشرف يقف خلفه رجال مخلصون وأياد بيضاء وفية حفظكم الله وبارك في جهودكم العظيمة ونتمنى للبحرين التقدم الدائم والازدهار حفظكم الله ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة له بالنجاح الذي حققه أول سباق الليلي ضمن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1-2014 هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمزيد من الفخر والاعتزاز تلقيت برقية جلالتكم الكريم المهنئة بمناسبة النجاح الكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1-2014 الذي يضاف إلى مسيرة الإنجازات المتميزة لهذا الصرح الرياضي على مدى لعوام العشرة الماضية التي تحققت في ظل دعم وتوجيهات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب الجلالة إن هذا السباق الذي تشرف بحضور جلالتكم حفظكم الله قد تهيأت له كافة سبل التفرد والتميز كأول سباق ليلي في الشرق الأوسط وقد عززت النجاحات المتتالية ثقة منظمي سباقات الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات مما ثبت سباق البحرين على خارطة سباقات الفورمولا 1 وأصبحت حلبة البحرين واحدة من أهم الحلبات الدولية لرياضة السيارات وأسهمت بدور وافر في زيادة الوعي بها وأن ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي أبرزت إمكانات وقدرات مملكة البحرين على التنظيم والاستضافة وبهذه المناسبة نرفع إلى مقام جلالتكم الكريم كل الشكر والتقدير والامتنان ونعاهد جلالتكم على المضي قدما مستضئين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق تطلعات المنشودة نحو الارتقاء بمسيرة التنمية وتطور وتحقيق المزيد من النجاحات لحلبة البحرين الدولية ومردوداتها على الاقتصاد الوطني دعيا الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يحقق لمملكتنا الغالية وشعبها الكريم المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء